مساكم الله بالخير من يومين لما تكلمت عن الصين قلت لكم بتكلم بشي من تفصيل عن موضوع جوجل وفيسبوك والتجسس لي صديق خليجي مسؤول كبير في قطاع اتصالات في احد الدول الخليجية عرضت عليهم شركة اوروبية ان تقدم لهم عرض تقديمي اللي يسمى بريزنتيشن عن الخدمات اللي ممكن تقدمها الشركة لهم هذه الشركة اوروبية او مقرها في اوروبا على الاقل وقدمت الى دول الخليج باذن من CIA استخبارات الامريكية كان وقتها تويتر مسوي مشاكل في دول الخليج عرضت هذه الشركة انها تدخل او انها تستطيع تدخل اي حساب في تويتر تشوف في اي مكان هو يغرد وتقدر تدخل على جهازه الذكي اللي يغرد منه وتتطلع على كل المعلومات اللي فيه طبعا قامت بتجارب امام مسؤولين حول هذا الموضوع ودخلت حساب وصاحبه يكتب فيه وعدلت الكلام مسحته وارسلت تغريده وتقدر هذه الشركة تطلع الاشخاص الموجودين في مكان ما في الوقت اللي انت تحدده يعني خلنفترض انك انت بتعرف مثلا منو كان موجود عند اي نقطة معينة في تاريخ معين يطلعوا لك كل التلفونات اللي كانت موجودة في هذا الوقت بالضبط وهذه يقولون ان استخدموها في مكافحة الجريمة في امريكا في احد الاحياء الفقيرة كانت نسبة الجريمة مرتفعة بامريكا فاستدعت الف بي اي هذه الشركة والشركة سوى الدراسة فقالت للف بي اي ان الشركة ستحكم السيطرة على الحي اذا انتشرت الاجهزة الذكية في هذا الحي فنشرت الاف بي اي شبكة كبيرة واي فاي وجعلتها المتاحة مجانا في هذا الحي واوعزت لشركات اتصالات ان تسوي عروض بشكل مخفض او مجاني لاجهزة الذكية فانتشرت الاجهزة الذكية واستخدام انترنت بشكل كبير في هذا الحي وأصبح لكل استخدام الانترنت وهنا بدأت سيطرة الشركة أول ما تحصل جريمة ينادون الشركة هذه أو يعطونها النقطة المحددة والوقت المحدد وتطلع الشركة كل اللي كان موجودين في هذه النقطة في هذا الوقت وشوفون الأسماء ويطلع منهم أربع خمسة مثلا من أرباب السواب فيكون تحدد بشكل كبير المجرمين المحتملين فالشركة أيضا تطلع وين مكانهم وش قاعد يسوون ومع منوا قاعدين لو تسوي شغلة ضعفية بعد يتصون على الشخص المشتبه وأثناء رد على التلفون يشغلون الكاميرا يشوفون وجهه وتأكدون منه وبهالطريقة انخفضت الجريمة بشكل كبير في هذا الحي والشركة تقدر تطلع المتواجدين في نقطة معينة حتى قبل سنتين أو ثلاث سنوات أو أكثر الملفت في الأمر أن الشركة ما عندها ويبسايت ولا تستخدم الإيميل ولا أي شيء إلكتروني لاتصال والبزنس كارد أو الكرت اللي قدموه للمسؤول في رقم تلفون أرضي ورقم فاكس فقط نزين شنو علاقة فيسبوك وغوغل في هذه القصة الطويلة مثل ما ذكرت لكم أن هذه الشركة غير مسموح لها بأن تتحرك أو أن تتعامل مع أي زبون إلا بعد أذن من السيايين والشركة تقول أنها تقدر تسوي هالأمور من الاختراقات وتقدر تصول وتجول في أي موقع الإلكتروني أو برنامج ما عدا فيسبوك وغوغل لأنه غير مسموح لها أن تقترب من جوجل فيسبوك وهذا نربطه مع اتهامات الصين لجوجل بالتجسس كما أن كلنا تابعنا شراء فيسبوك لبرنامج واتساب بتسعة تعش مليار على الرغم أنه ما يدخل ولا فلس وحتى لو كان لجوجل خطة مثل المستقبلية بيجتثمرون واتساب ويدخلون مننا فلوس بالمستقبل فعلى ما تبدأ الخطة ويبدأ تنفيذها ويبدأ جني الأرباح يكون التطبيق أصبح قديم ويمكن طلع شيء ثاني غيره فبالتالي العملية غير مجدية ماليا وهذا يخلينا نتأكد أنه وراها أسباب أخرى غير مالية جوجل وفيسبوك تحديدا هم أكثر موقعين يعرفون سلوك المستخدم يعرفون متتنام متتقوم وين تروح شي تحب تاكل شي تحب تشتري منهم أقرب أصدقائك شنو مراسلاتك الخاصة شنو إيميلك شنو المواقع اللي تستخدمها المربوطة بإيميلك لذلك من يمتلك معلومات هذين الموقعين أو هذين الشركتين يمتلك كم هائل من المعلومات الشخصية أنا ما أجزب أن الشركتين يتعاونون مع أجهزة استخبارات أو يبيعون معلومات لكن هذه قراءة نسرتها لكم ولكم الحكم